تابعت على مسؤوليتك البارح ونستنع اليوم منكم إن شاء الله تفاولات أكثر من تفاولات البارح وبما أنه نفس كفيش قالهما فريق القصف الناري هذي أشتاق البارح فيه على مسؤوليتك في الكتيبة مرحبا بيكم ونبدأ بالدكتور رافع طبيب أهلا وسهلا ومرحبا بيك مجددا بيك بركة الله فيك أبوص الأرض تحت أقدام كل مقاومين مرحبا بيك دكتور رافع طبيب العميد توفيق ديدي الخبير الاستراتيجي والعسكري أهلا وسهلا ومرحبا بيك سماح أهلا بالسادة المشاهدين المستمعين في كل أسقاع دنيا اليوم بيش نبدأ بي يعني بالحق فرح وغبطة وسعادة من زوز مهنسين اقتربوا مني سلموا عليها زوز مهنسين عالمية شباب صغار واستشفيت منهم أنه اليوم هالطابقة جديدة شباب واعي يعني يطالبوا باش المستويات انتع البرامج تكون في المستويات عبرنا مجنى ويعني لحسيته فرحني برشا لأنه بالحق قربته مصير العرب والعروبة وتونس ودول العربية بما يحدث الآن وكانوا على درجة كبيرة من الوعي وهذا ونعاود يا سماح رو أنا حسب رأي برامج كما هكه هو الهدف الأساسي متاحه قبل كل شيء صحيح ما غزة صحيح كل شيء لكن الوعي العربي وعي الشباب العربي هو بشهزنا القدام يخذنا نفهمه ومنتحوش في أخطاء الماضي إذن أنا رأي سعيد بالشباب ودعوة لكل كتيب ولكل شباب العرب ويعني معناها الاستفاقة هذه رأي حاسمة وأقوى من كل أسلحة الدنيا هذا صحيح ولا خطرها هو القضية واحدة القضية هي قضية كرامة هي قضية عزة هي قضية سيادة هي قضية مواطنة هي قضية أرض ولكن كل واحد يكون عنده شوية من عزة وكرامة وجبروت الفلسطينيين اللي احنا رأنا أصغر منهم ببرشة وقد ما نتكلموا وقد ما تشكرونا وقد ما احنا فخورين بالشكر هذية رأو احنا ما لا إلا ناس ياسر صغار قدام المقاومة الباسلة وقدام كل غزاوي وقدام كل مرأة غزاوية قدام كل طفل صغير ينجم يقدم دروس لأكبر واحد فينا قاعد يتفرج مهما كان احنا شوان نحس ولا شوان نجم نقدمو لهم الناس هذية وما أصغرنا أمامكم وشكرا لكل الدروس اللي تعلموا فيها لنا كل يوم وانا بنحكي فيكملنا على مسؤوليتك فرحت برشة وهبطت على الفيسبوك متاعي فرحت طفل غزاوي اللي فرح بإعلان قيادة حماس قبول مقترح الهدنة لكن بعد ساعات من الفرحة هذه الكبيرة دكتور رفع طبيب الجيش العدو يعلن سيطرة قوات خاصة له على الجانب الفلسطيني من بعبر الرفح وقيام بتمشيط المنطقة إجلاء الغالبية العضوى من السكان في منطقة العمليات العسكرية وقال جيش العدو أن قواتنا الفرقة 162 باشرت عملية مباغتة لتحييد أهداف لحماس شرقي رفح بالله حكا قال باي إذي أنا الحقيقة رجعت للأهدف هو أحسن إجابة بالله هي رجعت للأهدف الاستراتيجية اللي طرحتها القيدة الإسرائيلية على الجيش المتاحها ما رقيش الحقيقة هالهدف هذي ما هو الهدف هذي؟ معنى عسكريا وستراتيجيا قدش من فرقة مدرعات قاموا معنى بتهديمها قدش معنى من مجموعات كوموندوس معنى تم تحيدها قدش من طائرات حربية اف ترونسانك تم إسقاطها معناها للجيش الفلسطيني الحمسوي يزين من من هال معناها هالفوقعات الإعلامية ولا جيش متاع بروباغوندا هذيه فهمتني تقول معنى كانوا في فري فاير معنى قاعدين يقاتلوا يقول بيراهو العالم معنى فيمني معنى يحاسبوا يوميا على ما يحققوا ميدانيا البرح الروس في نفس الوقت اللي معناها صحينا قالوا هانا بش ندخلوا درشنو إلى خيري قدش من من كيلو متر مربع تم تحريره في يوم واحد قدش من من القرية دخلولها قدش من جندي تم تحيده معناها في من أوكراني هاذا شمعناها معناها عامل عسكري شو هاني دخلت معناها للجانب المصري الجانب الفلسطيني اللي مع بالرفح اللي هو فارغ سعمي قوسين والمنطقة اللي حكيوا عليها هذي يراهو كيتحط الخارطة متاع منها متاع غزة هاله المنطقة الجنوبية الشرقية في غزة منطقة فارغة ما فيها شي فيها مطار تم تحتيمه عام 2004 نقطة رجع للصر لا فما حد شي غادي لا فما لا معناها لمناطق محصنة لا حد شي به ان اللي يهمنا توفي ذي الكل هو ما قالوا الامريكاني خليكش يقولوا توسريين وهو بش نعملوا وإلى غير الامريكان قال ستعودون إلى طورة المفاوضات ويتم تقريب وجهات النظر بين الأفريقاء ما معناها؟ يعني الوقوف على اتفاق يكون الامريكان هم الخطوط المعناها العريضة لي وأردنا مكارهنا لا يمكن في ظل الموازين القوى هذه الحالية وتوفر أوراق قوة لدى الفلسطينيين أن يتم إجبار الفلسطينيين بقبول ما هو أكثر مما قبله وبالتالي ننتظروا توى أنه بعد الفوعة هذه ومحاولت معنا كيفاش قولوا هي يفرطوا على الفلسطينيين الفرحة متاحهم قولوا لهم صبرنا 200.5 يوم نجمونا صبرنا 200.5 أخرين معنا حتى أدى مشكلة ولكن في الأخير سيكون ما تم الاتفاق عليه وما لا يمكن أن يكون إلا تجسيد لموازين القوى على الأرض واضح به سيدة عميد اليوم الجيش المحتل الجيش العدوي يقول سيطرنا على معبر الرفح على الجانب الفلسطيني من معبر الرفح مع مصر هذا بالضبط قال الجيش أحنا لنعرفه أن الكيان يسيطر على المجال الجوي لغزة يسيطر على الساحل البحري لغزة وتتحكم السلطات المصرية في حركة معبر الرفح المؤدي إلى القطاع هذية اللي نعرفوه نرجعو لاتفاق أوسلو مثلا 93 يتضمن جزء خاص بتشغيل معبر رفح مصر ماهيش من الأطراف اللي صحت في الاتفاق هذية اللي هو اتفاق أوسلو لم تكن من بين الأطراف المواقع على تشغيل المعبر واللي الأطراف هذية كانت الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في القطاع والكيان هيا ولينا ما عادش فهمين لا لا واضحة نمور واضحة واضحة جدا أنا نحب تفاصلنا العلاقة الثلاثية بين الكيان ومصر والجانب الفلسطيني في معبر الرفح ومبعدش ننتقلوا من معبر الرفح إلى مدينة رفح أنا يزمي نرجع التالي شوية بشتد نفهم علاش العملية هذية وكيفاش يعني معنا الغباء متاحهم حتى الصورة كانت خاطئة البارح راي كانت ليلة ليلة في إسرائيل ما استكلمنا على فخ وتفطنوا للفخ ويعني البارح كانت في إسرائيل فوضى عارمة على مستوى الحكومة وباتوا ليلة كاملة يقيموا في الفخ اللي سقطوا فيه وما هي أسهل طريقة للخروج خاصة النتنيهو وقتسموا على اثنين جانسي قال يكفي ونأخذوا يعني يكتفين والحرب ويكفي ونأخذوا الاتفاق ونمضيوا فيه بينما الشق المضطرف نتنيهو والأخرين فكروا في حيلة لتخفيف من وقع الفخ ما هو هذا التمشي التمشي أن ينوهم العالم أننا الفخ شنوه الفخ أن الاتفاقية يعني هزيمة يعني إمضاء على هزيمة وخروج مذل من غزة هذه بالضبط معناها لو توقفت الحرب وقبلوا الاتفاق البرح أما لما ينوهم أني أنا بش نواصل القتال وثم يرغموني الأمريكان على القبول بالاتفاق فسأقول أنا كنت ماضي لتحقيق انتصار مطلق ولكن راه الضغط أوقفني وأنا لست مسؤولا عما يقع وهذه قمة في الدهاء من هذا الثعلب الخبيث يعني الرجل الخطير أعتبره مريضا لأنه بالطريقة هذه ولا فكر في شعبه ولا فكر في الأسرة ولا فكر كان في نفسه وكيف سيقلل من وقع الفخ الذي وقع فيه لأنه كان بالحق اعترفوا في قناة 10 أو 11 أو 13 أو 14 أنه وفخ وقالوا الكلمة اللي قلنا احنا هنا اعترفوا أنه وفخ بها الآن نجيو ماذا فعله هو هم الجيش الإسرائيلي موجود صهاينا موجودين في المعبر القريب من رفح من معبر رفح لي هو أبو كرم كرم أبو سلم بناتهم بعض مئة الأمطار كل ما ثم في الأمر خذاوا قالوا عنها دبابة لا هي في الحقيقة مزنجرة ميم 113 خارج على الخدمة ليست سلاح قتال عملوا فيها زوز على مات وقالوا الدبابات تقتحم وتصل إلى رفح شوفوا المسرحية العسكري المش متمرس مايفقش لكن أنا شفت اللي هي خرجت من الخدمة من الجيش إسرائيلي معناها فقتل الشو عملوا فيها زوز علام عملاقة بش تكون ظهرة عالم الكيان السهويني وعالم الفرقة التي قامت بإدخالها الدبابة وأوهم العالم أنهم ذاهبون إلى يعني رفح لكن وصلوا للمعامل رفح بعض مئة الأمطار ثم من الجانب الفلسطيني هو فيه قسمين فيه جانب يسيطر عليه الجيش إسرائيلي وجانب يسيطر عليه يعني الجيش المصري الحرس لا مش الجيش حرس الحدود المصري من الجانب الأخر إذن هم وصلوا عملوا بعض الأمطار ثم بدأوا عملية بالقوات الخاصة وين في بعض الأماكن التي غادرها السكان لأنه رماوا بعض المناشير السكان بتبعي الحال معروف هذا طبيعي إنساني غادروا تلك المناطق بدأوا عملية ب لكن أنا أبشيروكي نفس الشيء صار في هجوم خان يونس نفس السيناريو والكلام الفضفاض وساب وساب ممكن خان يونس كان أكثر باتبعية الحال لكن المرة هذه واضحة العملية راهو تكتيكيا وعمليتي واستراتيجيا لا يعني شيئا لأنه تسعتاش الكديب الأخرين موجودين على كامل غزة مش القوات محصورة هو يهم العالم كأن القوات المقاومة الباسلة محصورة في رفح وهي اليوم في بيت لاهية في شجاعية في فمتي في كل المناطق وهما الآن في حرب متواصلة حرب استنزيف مع محور نتساريم هيا تخل هما يقولوا الهناي بش نفسروا حتى للكتيبة وسيدة المستمعين يقولوا في إطالة العملية أغارة طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وما الجديد كل يوم وقوات اللواء ميتين وخمستاش على أهداف تابعة لحماس منها مباني عسكرية وبناء تحتية تحت الأرض في منطقة رفح وتم الكشف كذلك على ثلاث فتوحات لأنفق أعتيني يوم أعتيني يوم واحد لم تغر فيه طائران إسرائيلي على أغاني وكل عالي يقولوا مقتل مقتل عشرين مقاتل من حماس ولا صورة ولا إثبات لا لا أنا قلت لك هذا كله للإهام وكله كذب أخويا أنا نتحداه ووري لي صورة واحدة ما وعندهم كاميروات ومعندهم أمبادة جورناليست فهمتني يواري لي راه وشوف هو راه بصراحة راه ذئب في المخادعة والمناورة إذن أنا بالنسبة لي دخول رفح لا يعني عسكريا أي شيء لأني متأكد أني راهي كلها لير يعمل فيه ذر مدى العيون ليقول أنا كنت ماضي لتحقيق وصدقوا شعبوا صدقوا أنا ماضي كنت ماضي لتحقيق النصر المطلق كما سمعه النصر المطلق ولكنهم أعقوني واعترضوا كذا لكن الكل يعرف أنهم مش في صالحوا اليوم نتنياهو وجد نفسه أمام العالم نقصد وحيدا معزولا أمام العالم بأجمع كل بلدان العالم اليوم حتى أقرب الحلفاء متاعه قالوا لا موسيقى